في خطوة تثبت حجم الفساد المستشري في العراق والإرادة السياسية المسؤولة عن تغوله أعلن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تقديم أكثر من 12 مليون دولار للعراق كمنحة لتعزيز مؤسساته الرقابية وترسيخ المساءلة في الإدارة المالية العامة ضمن إطار برنامج ممتد مع الاتحاد الأوروبي بدأ منذ عام 2018 اتفاقية مشروطة وقعت بهذا الشان أواخر كانون الثاني الماضي الهدف منها تعزيز إدارة كشوف الرواتب من خلال منصة لتكنولوجيا المعلومات ودعم شفافية في قطاع النفط وتعزيز مكافحة الفساد من أجل استرداد الأصول المسروقة ودعم إصلاح الشركات العامة وتعزيز النزهة في برنامج إعادة الإعمار وتعكس هذه الأهداف حالة الفساد المتفشي في البلاد فكشوف الرواتب في المؤسسات العامة تضم أناسا لا يعملون أو يعملون في إطار ما يعرف بالبطالة المقنعة أو يحصلون على رواتب من جهات متعددة وهو أمر أضر كثيرا بالاقتصاد الوطني وكانت النتيجة أن البلد النفطي أصبح يعاني من ارتفاع كبير بمعدلات الفاقر ويتساءل خبراء اقتصاديون عن جدوى تقديم المنح الفنية في بلد يعج بالفساد وغياب الإرادة السياسية لمكافحته فالفساد بات منظومة تحميه أحزاب وقوى لا تمارس أدوارها الرقابية ولا تقبل حتى أن تفتح ملفاتها أو أن تمتد يد الإصلاح والعدالة لتحاكم من أفسد ونهب ثروات البلاد كما أن تعزيز الشفافية في المؤسسات العامة بالعراق اهتم به البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وقدم لذلك منحا ومساعدات بينما الدول التي تستفيد بشكل كبير من استمرار الفوضى في البلاد وتعمل على أن يكون تحت سيطرتها الكاملة لم تقدم شيئا يذكر في هذا الخصوص ونعني بذلك إيران التي تستخدم العراق كمنفذ لتهرب من العقوبات الأمريكية وكساحة لتصفية الحسابات مع واشنطن وفي الوقت ذاته تعمل على حماية الفاسدين ضمن الأحزاب والكتل الموالية لها في العراق